موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميث في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 2 اليونت السابع الدرس الثاني أنوان الدرس يوني درولة تحتاج إلى مصطرة موجود بصفحة 92 من كتاب الطالب وصفحة 90 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقو من خلال هذا المعرف صفحة 92 من كتاب الطالب نكتوب على صفحة تحتاج إلى مصطرة هنا كمقدم للدرس يريد ينبهني أنه راح ينطيني مجموعة من الدروس وهنا أنا أحاول أحذر بكل درس شن اللي أحتاجه من قرطاسية من أشياء متعلقة بهذه الدروس بأسفلها نكتوب listen and read استمع وقرأ هنا التلميذ يستمع إلى الأستاذ هو يقرأ ذن النصوص يتبعوا إياه بعدها يحاول يقرأ هذا النصوص مثل ما قراها الأستاذ مكتوب the challenges التحديات اللي أخذناها بالدرس السابق عرفنا أنه بالدرس السابق مدرسة النهر الأحمر دزة دعوة لمدرسة الشجرة الخضراء لعمل مناظرة أو منسمي تحدي بالمواد الأربعة هذه maths رياضيات sports رياضة english اللغة الإنجليزية والart الفنية هذا اللي أخذناه بالدرس السابق أما بهذا الدرس فيقول لي هنا ما رح نحتاج بهذا التحدي المدرسي اللي رح نعمله مع مدرسة النهر الأحمر فنقرأ النصوص وبعدها نوصل كل مادة مع الأشياء اللي رح نحتاجها بالتحدي فمثلا number one أولا maths الرياضيات draw a square a triangle a rectangle ارسم مربع مثلث ومستطيل ننتبه هنا نذن الأشياء اللي رح نعملها بالتحدي فبمادة الرياضيات رح نحتاج أن نرسم مربع مثلث مستطيل the teacher will tell you how big or small المعلم سوف يخبرك بما إذا كان هذه المربعات أو المثلثات أو المستطيلات اللي رح نرسمها كبيرة أو صغيرة هذا ما يخص تحدي الرياضيات تحدي السبورت الرياضة two races عبارة عن سباقان running 100 meters الركض لي 100 متر ball and pocket race سباق الكرة والدلو كذلك ذنب السباقات اللي رح نعملها الخاصة بدرس الرياضة الخاصة بالتحدي المناظرة بين المدرستين أما التحدي الخاص باللغة الإنجليزية march pictures and words طابق الصور بالكلمات spell words وكتب الرسم الإملائي للكلمات أما الخاص بالفنية read about a place القراءة عن مكان draw a picture ورسم صورة هذا ما يخص هذا النشاط استمع التلميذ للأستاذ هو يقرأ هذا النصوص حاول يقرأ بعده ووضحنا مفرداتها ننتقل للنشاط الآخر متعلق به يقول لي what do you need من الذي تحتاجه match طابق هنا منطيني مجموعة من الأشياء اللي رح نحتاجها بذن التحديات الأربعة يقول لك طابق كل شيء تحتاجه بالمادة المتعلقة به شلون يعني؟ مثلاً يا مادة اللي تحتاجوا إياها picture dictionary قاموس للصور pencil قلم قلم رصاص rubber مساحة يا مادة من ذن المواد أكيد ليست الرياضيات الرياضيات نحتاجوا إياها مصدرة sports الرياضة كذلك ما نحتاجوا إياها pencil أو rubber art الفنية نحتاجوا إياها علوان أو أصاصات إلى آخرين بقاعدنا بس الإنجليزي نحتاج بقاموس صور وقلم رصاص ومساحة فاكتب رقم المادة اللي هو رقم ثلاثة أمام ذن الأشياء اللي نحتاجها طبعاً ذن الكلمات اللي بداخل ذن مربعات مفردات مهمة تفيدني بسؤال المفردات مثل ما رح نجي نوضح إن شاء الله بالدقائق القادمة بعد you need ruler و pencil تحتاج إلى مصدرة وقلم رصاص يا مادة اللي نحتاج به هذين الشيئين أكيد مادة الرياضيات نحتاج إلى مصدرة فاكتب رقم واحد اللي هي الرياضيات أمام هذه الاختيارات بعد you need a pencil crayons rubber تحتاج إلى قلم رصاص أقلام تلوين و مساحة يا مادة أكيد مادة الارت الفنية نحتاج إياها أقلام تلوين أما الأخيرة you need a t-shirt تحتاج إلى t-shirt trainers أحذية رياضية و small ball كرة صغيرة يا مادة أكيد مادة السبورت الرياضة هذا ما يخص هذا النشاط وصنا الأشياء اللي نحتاجها أو القرطاسية اللي نحتاجها مع المواد المناسبة إلها بعد بالأخير يقول لي what challenge do you like best يا تحدي من ذن التحديات الأرضعة اللي حبيت أكثر شيء مثلاً التلميذ مخير أن يكتب المادة اللي يريدها أنا كتابة sports الرياضة خلصنا ذن المفردات حاول نحفظ معانا ذن الكلمات لأن راح تفيدنا بالدقائق القادمة أو بالأنشطة القادمة ننتقل إلى النشاط الآخر listen to the conversations استمع إلى هذه المحادثات and match the numbers وطابق الأرقام أقرأ المحادثة محادثة بين تلاميذ اثنية أقراها وأشوف الفراغ اللي منطينيها بهذه المحادثة يناسب يا جملة من ذن الجمل اللي منطينيها بهذه المحادثة شلون يعني؟ مثلاً يسأل يقول what do I need for maths ما الذي أحتاجه لمادة الرياضيات تقول for maths لمادة الرياضيات you need أنت تحتاج إلى خلنا نشوف شنو المادة نحتاجها ruler and pencil قلم رصاص ومصدرة نعم فأخلي رقم واحد قل لي match the numbers طابق الأرقام أخلي رقم واحد بهذه الفراغ بعد سأل تلميذ آخر what do I need for sports ما الذي أحتاجه في مادة الرياضة فالجابة تقول for sports you need لمادة الرياضة تحتاج إلى T-shirt trainers and small ball T-shirt وأحذية رياضية وكرة صغيرة فأخلي رقم 2 أمام هذا الفراغ بعد بالنقطة الثالثة what do I need for English ما الذي أحتاجه باللغة الإنجليزية نعرف أن باللغة الإنجليزية قبل دقائق وضحنا نحتاج picture dictionary قاموا الصور pencil and rubber قلم رصاص ومصاحة فأخلي رقم ثلاثة أمام هذا الفراغ بعد what do I need for art ما الذي أحتاجه لمادة الفنية يقول for art لمادة الفنية you need تحتاج إلى كذلك pencil بلغة الإنجليزية لغة الإنجليزية لغة الإنجليزية لغة الإنجليزية لغة الإنجليزية لغة الإنجليزية هذا ما يخص هذا النشاط كذلك وصلنا الجمل الذي يعيش المحادثة بالأشياء التي يحتاجها هؤلاء التلاميذ في التحدي الخاص بمدرستهم بعدها يقول practice the conversations تدرب على المحادثات هنا الأستاذ يختار اثنين تلاميذ التلميذ الأول يأخذ شخصية الولد والتلميذ الآخر يأخذ شخصية البنية التلميذ الأول يسل والتلميذ الآخر يجاوب بعدما حلوا المحادثات يقدر يجاوب وجواب كامل يقول formats you need a ruler and pencil لماذا ترياضيات تحتاج إلى قلم ومصدرة وهكذا إذن عبارة عن محادثة بين تلاميذ اثنية يتم عملها بداخل الصق للتدريب أكثر على قراءة هذه الجملة ننتقل إلى كتاب النشاط listen read and match استمع اقرأ وطابق هنا كذلك التلميذ يستمع للأستاذ هو يقرأ هذه الجملة بعدما يستمع للأستاذ ويتبعه يحاول يقرأ ذن الجملة ويوصلهم بالأشياء اللي يحتاجوها حسب الجملة بالمربعات اللي منطنيان بأسفلهم يعني مثلا راح أقرأ النص أشوف هذا الشخص اللي راح للجبال شرح يحتاج راح يحتاج كارد بطاقة أو راح يحتاج ترينرز راح يرياضيها إلى آخر أشوف شن اللي يحتاجه أوصل الرقم بهذا النص راح نجي نقرأ النص حاول تتبعه ويايا وبعدها حاول تقرأ مثلي وبعدها نوصل اللي نحتاجه بهذه النصوص سوف تذهب إلى رحلة مدرسية إلى الجبال إنه شهر ديسمبر اللي هو شهر الثنائش and it's going to be cold what do you need وسوف يكون الجو بارد ما الذي تحتاجه أجل أشوف بالجوال الأسفل النصوص شن اللي نحتاجه I need a card and a present for my friend أحتاج إلى بطاقة وهدية لصديقي غير مناسبة I need trainers أحتاج أحذية رياضية أكيد غير مناسبة I need some sandals أحتاج بعض الشباشب كذلك غير مناسبة I need some money for the presents أحتاج بعض المال من أجل الهدايا إحنا نعرف أن الشخص اللي يروح في رحلة يحتاج مال من أجل أن يشتري هدايا تذكارية أو هدايا لزملاء فوصل رقم هذا النص اللي هو رقم أربعة للأشياء نحتاجها مع هذا النص بعد you are going to go to the seaside سوف تذهب إلى الشاطئ for a holiday في العطلة with your family مع عائلتك it is August and it's going to be very hot إنه شهر August وسوف يكون الجو حار جدا what do you need ما الذي تحتاجه كذلك أشوف شن اللي نحتاجه بهذا النص I need a card and a present for my friend أحتاج إلى بطاقة وهدية لصديقي غير مناسبة I need trainers and running trousers أحتاج إلى أحذية رياضية وتيشيرت وبنطال للركض غير مناسب I need some sandals and swimming things and my swimming things أحتاج إلى شب شب وأغراضي الخاصة بالسباحة نعم هذا أكثر خيار مناسب ليش؟ لأنه رح يذهب للبحر فأكيد رح يسبح فيحتاج إلى أشياء المتعلقة بالسباحة you are going to go to your friend's birthday party سوف تذهب إلى حفل عيد ميلاد زميلك أو صديقك it's on 15th March إنه في الخامس عشر من شهر مارس he is going to be 10 years old سوف يكون عمره عشرة أعوام what do you need ما الذي تحتاجه سوف نشوف أكيد يحتاج بطاقة معايدة و present هدية for my friends لصديقي اللي هو عيد ميلاد فأخلي رقم واحد أمام هذا الناس بعد you are going to run in your school 100 meter race سوف تركض في سباق الركض الميت متر الخاص بمدرستك in the July في شهر جولاي it is going to be very hot سوف يكون الجو حار جدا what do you need ما الذي تحتاجه قد نشوف شنو نحتاج بهذا النص نحتاج إلى trainers أحذية رياضية و T-shirt و T-shirt running trousers بنطال خاص بالركض الأكيد لأنه عد سباق ركض 100 meter وصل رقم 2 أمام هذا النص هذا ما يخص هذا النشاط قرنا النص التلميذ تبعوا إثناء قراتي للنص بعدها حاول يقرأ وضحنا مفرداته ووصلنا لأشياء اللي نحتاجها مع النصوص اللي منطينيها غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل للنشاط الآخر listen and say استمع وردد complete the month of the year أكمل شهور السنة قبل ما أبدي أحلي بهذا النشاط يجب حفظ أملاء الأشهر هذين أشهر السنة شرحناها بدروس سابقة أنه يجب أن أحفظ أملاءهم هنا أنا دريد يأكد لي على حفظي لأملاء أشهر السنة أشهر السنة هي كالتالي هو منطيني المثال number one January January معناها يناير الشهر الأول بعد February اللي هو الشهر الثاني March شهر الثالث April شهر الرابع May شهر الخامس June شهر السادس July شهر السابع August شهر الثامن September شهر التاسع October شهر العاشر November شهر الحادي عشر وديسمبر شهر الثاني عشر هذا أملاء هذه الكلمات أحاول أحفظهم إذا ما حافظهم فأكتبهم بالدفتر وأعيد كتابتهم على طول أسطر الدفتر أنا أحفظ أملائهم لأنهم مات جدا بسؤال الأملاء يجيوني مثل ما هو هذا السؤال يقول لي أكتب نهايات هذه الأشهر بعدها look and circle these letters انظر وضع دائرة حول هذه الحروف يقول لك بعض ذن الكلمات وخليلي دائرة إذا لاقتك I, G, H أو Y خليجي نشوف مثلا هو High High معناها مرتفع أو عالي فخلي دائرة حول I, G, H My حاط دائرة حول Y وقل لي حاط دائرة حول Y وال I, G, H بعد كلمة Light Light كذلك أحط دائرة على I, G, H Butterfly Cry I, Buy والبي كذلك Night Dry Fly Y Sky Right هنا أنا دريد ينبهني أنه I, G, H إذا جدت في وسط الكلمة تلفظ حالها حال ال-Y إذا جدت بنهاية الكلمة شلون يعني لاحظت أن ال-High ال-H ينطيني صوت ال-H وضع الدائرة على I, G, H ال-I, G, H شون لفظتها لفظتها مثل ما لفظت ال-Y هنا أنا قلت My هنا أنا قلت High ال-G, H ما لفظتها وكذلك ال-G, H اللي بنصي الكلمة ما لفظتها أنه بسبقها I ال-I اللفظ مثل ما لفظت ال-Y هذا مجرد تمرين يطور مهارة تلفظ لهذه الكلمات اللي منطينيوهن بهذا التمرين ننتقل إلى النشاط الآخر Listen and Say استمع وردد كذلك هنا أنا منطيني مقطع صوتي استمع له ينطق هذه الكلمات به يريد دربنا أكثر على أنطق هذه الكلمات اللي خذناها قبل دقيقة Butterfly Fly Sky Kite High I A My In The Is هنا أنا هذن ال-A وال-In وال-The وال-Is شون علاقتهم باللي خذناها هذن رح نحتاجه بتكوين جمل شي يقول لي يقول لي Use these words and write two sentences استخدم هذه الكلمات اللي منطينيها هنا بهذا المربع لكي تعمل جمل مفيدة حسب الصور شون يعني مثلا هاي الصورة بيها Butterfly فراشة Fly تطير In the sky في السماء فش أقول أسوي جملة أقول The butterfly is flying in the sky الفراشة تطير في السماء بعد هذه صورة الطيارة الورقية شاقول أقول The kite is high الطائرة الورقية مرتفعة سواء جملتين مثل ما طلب من عندي هذا أن كل هاي أنشط تصفية مع عدد التمرين المتعلق بأشهر السنة قلنا يجب أن أحفظهم كأملاء لأنه ممكن أن يجنب الامتحان بسؤال الأملاء يجيب للكلمة ناقصة ويطلب من عندي أن نكملها هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بالأشياء التي نحتاجها بكل تحدي متعلق بتحدي المدرسة التي أخذناها بالدرس السابق ووصلنا بالمادة المناسبة إلى كذلك أخذنا تمارين متعلق بهذا الموضوع وذكرنا أن ذلك كلمات التي نحتاجها بيئة تحدي مهمة أن يحفظ معانيها لأنها ستفيد إن شاء الله بدروس قادمة كذلك أخذنا أشهر السنة وقلنا أن يجب أن يحفظهن ملاءاً لأنه ممكن أن تجينا بسؤال الملاء بالامتحان التحريري بالإضافة لذلك أخذنا أنشطة ولاحظنا أن جميعهم أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ختاماً شكراً لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو سفسار أو أضافة تحبون أن تقدموها تقدرون تتواصلون إياه على حسابات الموجودة معكم على الشاشة